برج الاسد الوفيرة والطاقة المتوظفة يعني ايه؟ الطاقة المتوظفة اللي بتجيلك من تأثيرات كوكب المريخ وكمان تأثيرات الامر المهني ان عطارد متواجد في برج الدالب دي كلها تأثيرات بتكون في محلها يعني عندك طاقة ليها علاقة ببداية مشروع ليها علاقة بتقدم مهني ليها علاقة بتحسين في العلاقات المهنية او خطوات ليها علاقة بمصالحة فيكون الاجواب بالنسبة لك لصيفة كتير خلال يوم 8-9 نهار 10 فاذا علي استغلال الايام دي استغلال الايام دي لان استغلال الايام فيما يعني ايه؟ فيما يعني ان انا عندي لو انا رايح مشوار هلاقي توصيلة فاهمني؟ هلاقي الطريق سالك هلاقي الدنيا بالنسبة لي لطيفة رايح تقدم لحاجة تلاقي الدنيا متيسرة تحس ان الوقت في بركة فعندك ايام هتكون داعمة عليك انك تاخد فيها خطوات وعليك ان انت تدعم نفسك بيه ان انت تنطلق لان التاقة كمان تأثيرات التاقة عندك عالية فاذا عليك ان انت اتخاذ خطوات في خلال الايام دي وتوظف التاقة بتاعتك بالشكل الصحيح فيه ان انت تبدأ مشروع تبدأ حركة مهنية تبدأ تقدم تبدأ حاجة ليه علاقة بمصالحات هتلاقي ان الحظ بيخدمك فيها كتير فاذا احنا عندنا يومين ونص حلوين وداعمين وقويين ولوزاس جدا جدا بعد كده شكل الايام بالنسبة لنا برضا هيكون لطيف بس يوم 11 ويوم 12 ويوم 15 هنخلي بالنا من بعض الامور يعني هتخلي بالكم كتير من 11 و12 من العقود خلي بالكم كتير من التصرع خلي بالكم كتير من حالة العند خلي بالكم كتير من فكرة انك يكون عندك اللي هو ان انا عايز املك الاشياء في ايدي لا خلي بالكم حتة لا خلينا حق ومستحق انت ليه كوانا ليا لكن العند لكن الاسرار لكن ان انا ما بقاش واخد بالي من الحقوق بتاعتي واسبها اخلي بالي من العقود اخلي بالي من بنود اخلي بالي من توقعات كل الحاجات دي محتاجين ان احنا اتخلي بالنا يوم 15 هتخلي بالكم لان الكوكب عطارت متراجع في برج الدلو يعني هاتراجع وتراجع كوكب عطارت في برج الدلو ده يدي تأثيرات نوعا ما سلبية بيحصل فيه نهاية شراكات مشاكل نوع من انواع الضغوط المهنية فلازم نكون حذرين اكتر ده شكل الايام بالفعل بس انت قوي فيهم يعني انت قوي قدر على الحلول بس محتاج التركيز والتثقيقة ومحتاج ان انت تبقى مركز اوي 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 في كل خطواتك وتفكيرك وما تسمعش لحد بالشكل اللي هو المسلم بيه بمعنى اللي هو اعمل كذا كذا او هعمل كذا كذا لا فكر دايما في كل نصيحة بتتوجه ليك حتى كمان لما تيجي تستعين بخبرة الاخرين فكر كويس اوي تفكيرك في الامر مع لو حاجة سليمة تلاقي نفسك ان انت بتتشد لها قوي خلي بالكم كتير انك لازم تفكر في النصيح حتى لو كانت من اقرب الاقربين حتى لو كانت من اقرب الاقربين اوه الله يا تقيين المشاكل كلها مش بتيجي الا من اقرب الاقربين فخلي بالكم كتير برج الاسد برضو بالنسبة لك انت عندك فيه الامور اللي ليه علاقة بالوضع المهني بشكل خاص الوضع العاطفي نتكلم على النقاط الازي كده هنتكلمنا على شكل الايام وتأثيراتها الى ان الامور المهنية بشكل عام الوضع المهني انت عندك فيه عروض مهنية جديدة وهتركزه قوي في النقاط اللي انا اقولها لكم دي لان عندك من بداية الازواء فيه عروض فيه بداية لشاركات فيه ان انت حد بيدعمك في الوضع المهني يمكن يكون عندكم اجازة او يمكن يكون عندكم بعض اللغبطة المهنية اللي حد بيحاول ان هو يدعمكم فيها ولكن احزروا من يوم 11 و 12 مش هيظل الدعم كما هو لا انت ممكن يكون الشخص اللي بيشيل عنك زيع حصل اي حاجة فمش هيدعمك فخلي بالكم كتير تمام يعني حالة الدعم دي لها مدة معينة الوضع المهني فيه عروض من احد الاصدقاء او عروض خارجية يعني عروض ليه علاقة بصفر برج الاسد يبقى عندك عروض ليه علاقة بصفر بتفكر كتير في شأن كمان مهني عندك تفكير كبير جدا جدا فيه الامور المهنية ولكن في خلال فترة 13-14 وبالاخص يوم 16 هيكون بالنسبة لك انك ممكن تتخذ قرار متهور فيما معنى ان حد من الاصدقاء يدعمك بالقرار ده او ان ممكن يكون عندك فكرة ان انت رافض حاجة رافض مبدأ رافض مش عارف ايه ولكن هب تعمله ممكن بالنسبة لك ان انت ماشي فيه ممكن بالنسبة لك تاخد قرار بان ان انت تنهي علاقة مهنية او شراكة مهنية او مشروع مهني او تبتدي مشروع مهني انت كنت رافض ان انت تكمل فيه او تبدأ فيه فاهمني اقصد ايه فعندك حاجة ليه علاقة بس لاحظوا حدين كده هب مرة واحدة ففيه الاجواء دي كتير هتكون متواجدة عندك يا برج الاسد فده الوضع المهني الوضع المهني من الناحية من ناحية برضو حاجة تانية لان هيكون فيه كتير بيعرضوا عليكم افكار من الناحية المهنية مشاريع لان اغلب اصحاب برج الاسد بيفكروا في مشاريع بيفكروا في تطوير بيفكروا في نجاحات برضو بيفكروا في عمل اخر عمل اخر فيكون فيه عروض لافكار كتيرة جدا وكمان هيكون فيه لغة استثمارية يعني ممكن يكون عندك فكرة ان انا عايز استثمر مجهود استثمر فلوسي فعندك ده فانت بتستثمر فلوس اكتر يعني عند اصحاب برج الاسد فكرة استثمارية اكتر من شيء اخر فدي برضو من النقاط اللي موجودة كتير في الوضع المهني يعني انت تفكير في الامور المهنية والمشاريع والجودة كتير قوي عند برج الاسد على فكرة طيب فيه برضو نقطة تانية لها علاقة بقى بالامور المالية ان هيكون فيه مساعدات ودعم من الاهل بالامور المالية او بالنسبة لك لو عندك فيه مال قادم او مال ليك من مراس او مال ليك من امر يخص مثلا امور تخص اوراق قضايا فالفلوس دي بيبقى فيه كلام عليها ان ما حصلتش على حقوقك يوم تمانية وتسعة ونهار عشرة فهيكون فيه كلام على الحصول لها ممكن يبقى شيك ممكن يبقى فيه تعهد شفهي فهميني فلا في اللي جاي هتاخد فلوسك في اللي جاي هتستلم اوراقك في اللي جاي هيبقى عندك انتصار فاذا فيه كلام ببشرة ايجابية موجودة ان حقك هيرجعلك سواء ممتلكات او ورق او فلوس فيه فترة قادمة ان ما حصلتش عليه يوم تمانية وتسعة او نهار عشرة بالنسبة كمان يا برج الاسد بقى للوضع العاطفي الوضع العاطفي بالنسبة لك انت عندك الامور العاطفية زي ما احنا عارفين ان طول الشهر او اول تسعة وعشرين يوم او طول الشهر فهيكون فيه بعض الضغوط شوية او حاولات لمصالحات ولكن ممكن تكون بغير جدوى الا مع بعض الابراغ الا مع بعض الابراغ حسب تأثيرات كمان حركة الكواكب على الشريك الخاص بيك الى ان يا برج الاسد يمكن يكون عندك بعض المناورات مع الحبيب خلال الاسبوع ده ممكن يكون فيه شك ممكن يكون الرجوع لعلاقة ماضية ممكن يكون التفكير كتير في علاقة من الماضي ممكن يكون الماضي بيحاول ان هو يسيطر عليك بتفكير ببعض الامور بكلام بغير ولكن فيه تأثير من الماضي عليكم جدا او علاقة طرف تالت جاية من اطار مهنية فلازم نكون حذرين جدا جدا يا برج الاسد من العلاقات اللي زي كده كمان الحاجة التانية لو الشخص اللي انتو مرتبطين بيه من الابراج الهوائية او الابراج الترابية فهيكون فيه تحسن في العلاقات خلال الفترة دي ويكون فيه تقوية يعني يتلاقوا الشخص ده الشخص الاخر اللي هو الشريك من ابراج ترابية او من ابراج هوائية خاصة خلوني يحدد لكم بعض الابراج برج الدلو رقم واحد الميزان بعد كده برج السور بعد كده برج العزراء هيكون الأبراج دول داعمين لكم عايزين ان هما يشوفوكم أفضل يشوفوكم أحسن يشوفوكم ان انتم متقدمين أكتر باستثناء الجدي على فكرة فهيكون الوضع يعني عارفين في نوع من أنواع اننا عايز نحسن عايزين نحافظ على العلاقة الخاصة بينا ده بالنسبة لبعض الأبراج إلى ان في المجمل العام برج الأسد خلي بالكم كتير من الطرف التالت من علاقات الماضية هترجع مرة تانية بالنسبة لي الناس اللي هما مش مرتبطين طبعا للناس المنفصلين هيبقى ده شيء لذيذ بس فكرة الرجوع المبدئي أفضل كتير من الرجوع الفعلي الرجوع الفعلي يسنه فبراير بصراحة يعني بالنسبة لي الناس اللي هما مش مرتبطين لأنتوا عندكم معجبين كتير لأن برج الأسد بيحاول كتير ان هو يحافظ على نفسه على مظهره بيحاول ان هو يحسن من شكله يحسن من مظهره يحسن من طاقته فيه لغة تحسين كتير جدا جدا فبرج الأسد هيخلي باله بس من يوم 15 فيه انه ممكن يتفهم غلط فيه انه ممكن يتفهم غلط لأن أغلب الناس اللي هما حطين عينهم على أصحاب برج الأسد هما ليهم علاقة بالأصدقاء يعني أصدقاء علاقات صداقة مهنية مثلا عايزين يحاولوا على العاطفة معجبين بقى فأميني بس هتخلي بالكم من يوم 15 لأنه ممكن يحصل لغبطة فتتفهم غلط أو الشخص اللي حطت عينه عليك يبعد فخلي بالكم كتير ده بالنسبة لي برج الأسد فيه بالنسبة لي الأمور العائلية هيكون فيه تصالح الأمور الاجتماعية أو الأصدقاء هيكون فيه تصالح أو قرب فيه العلاقات أو تواصل ولكن خلي بالكم التواصل ممكن يكون مش نابع عن حب فعلا ممكن يكون نابع عن مصلحة ليس إلا خلي بالكم مش كل الناس اللي هتكون متواصلة معاكم هيكونوا على محبة أو أو أنهنا عارفين بقى لو أدم واحد وأهل وحدين وصحاب جمدين خلي بالكم بشكركم وبحبكم وبتمنى لكم أسبوع سعيد أسبوع إيجابي بالفعل عندنا يومين ونص حلوين فبشكركم بتمنى لكم كل خير طول أيام ربنا يعني ما تنسوش اللعائك وشيري الأشراك في قناة تفعيل الجرس وشيري الأشراك في القناة العلماء وشيري الأشراك في القناة وهو���ان Belرغي شكرا